السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الكرام محببكم معنا في فيديو جديد على قناتكم فانديليس اه نتمنى ان هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله غدا نقترح لكم فهاد الفيديو هدي اه كيفاش نصابه اه تمار معمر اه تمار بريستيج لكي تقدم في المناسبات وفي الاعياد اه سواء كانت خطوبة او اه عرص او حتى اعراضة عندك في الدار راه ممكن نصيبو هاد شكيلات ديال اه تمار اللي جديدة ومنوعة نتمنى انها تنال اعجاب ديالكم ما تنسوش الى عجباتكم الدارة الجاملة فيديو وتبارتجيوها مع الاصدقاء والاهل ديالكم وغادي نقترح لكم ثلاثة ديال انواع ديال التمر معمر اه بعقدات اللوز اذا كما كتشوفوا اه اولا غادي نحتاجو العقدة ديال اللوز لكل شي كيعرف لها غادي نجيبو اللوز ديالنا اللي حيدنا ليه الفسخنا حيدنا ليه القشرة وخلينا هينشف شوية بعد تحمله اه من احسن اننا من ديروش اه بزاف يعني نص كيلو اه نص كيلو ديال التمر نديرو فيها اه جويه جوج مع القوكبار الثلاثة ديال سكارسان اذا نتحنوه معه ما نفوتوه مش لانا كما كتعرفوا التمر راح حلو وديجا اه اضافات اللي غادي نديرو حتا هما حلوين اه اه اذا من الاحسن ان العقدة ديال التمر ما اه العقدة ديال اللوز ما تكونش حلوه بزاف اه باش تجينا المذاقات من تواتيه بعضياتها عندي ثلاثة ديال ديال العقدات المنوعه اللي درنا فيها البخاليني ودرنا فيها الفيوتين ودرنا فيها شوية ديال نيسلي اه الحليب المركز وهادي درنا فيها لغوم ديال الفريز مع نيسلي والاخيرة خليناها لان ما زال غادي نعمروها لداخل اه كما غتشوفو في الفيديو اذا العقدة اللي ولا كما اشتو درش فيها معلقة ديال البخاليني اه درش فيها الفيوتين وجمعتها بشوية ديال حليب المركز المحلة نيسلي. اه غادي نجيب التمر ديالي غادي نقيه بالما ديالي الزهر مزيان غا نمسحه. غادي نحير ليه العدم. وغادي نعمره بالحشوات ديالي العادية كما كتشوفوا. اه طريقة جد بسيطة. اه من احسن ان التمر ديالنا نمسحوه مزيان بالما الزهر. باشا كده يجينا مزيان ويجينا كيدمه. وغادي ندهن فوق منه بالنباج. اي نباج عندكم في الدار انا متوفر عندي هدا اللي باللون قهوية درتو. كان عندكم نباج العادي را قديرو. عادي اه غادي غادي يشد لنا الفيوتين فوق اه طمر ديالنا. من بعد غادي ندهنو نجيبو شيشيطة ندهنو بها اه فوق اه العقدة اه ديالي وزبو حدها باش هكدا يشد لي فيها اللي في فيوتين. وغادي نجيب طريفة ديالي مشماش هاد الفكرة بغيت بارتاجيها معكم. لان المشماش اللي كنقطعو كيكون اغلاد. وفكرت في واحد الفكرة قلت لي ما لا نحلو ما الوسط باش هكدا غادي يجينا اه غادي يجينا المستطيلات اللي غا نقطعو في المشماش يجيونا ارقاق في نفس الوقت غادي يلسقو لنا بلا ما نحتاجون لسقوهم بحتى حاجة. اه تبعو معيات طريقة اللي غن ديرها صراحة كتجي مزيانة سواء في الطمار سواء في الصابلي سواء في اه غن نزينو بها مثلا اه بريوات ديال جاج او بريوات حلوين المهم هاد طريقة را هكا تصلح لأي ديكوراسيون بغيتو تديرو. كان حلو المشماش ديالنا على جوج وغادي ندل شي بلاستيكا ولا بابي اه سوفي غيزي وغادي وندرو بابي بكويسون وكا نضغطو عليها اه شوية بدلاك باش هكذا تجينا رقيقة شوية وحتى تلق لينا ديك تعليكة ديالها من الوسط من بعد غادي نقطعو اه مشماش ديالنا عادي على شكل مستطيلات صغار وغادي نحتفظ به جانبا غادي نحتفظ به جانبا باش نديرو في الاخر ديال ديال ديكوراسيون غادي نجيب اه تمر ديالي اللي عمرتو و اه كما كتشوفو هنتو ما غا تجي يجيونا الارقاق في نفس الوقت را كيتش كيتلسقو لنا من غير ما نحتاجوهنا ننسقوهم بحتى هاجق غادي نجيب اه تمر ديالي اه غادي اندهنو كما قتلكم من قبل بالنباج او العسل او حتى الحليب نيس اللي را ممكن ان انا اي حاجة اه ممكن تلسق لنا تعاونه باش يتلسق لنا الفيوتين كندهنو غير اه كما قتلكم العقدة البلاص اللي كتب لنا ديال العقدة دياللوز هي اللي مهمة اننا اندهنوها لانا هي اللي غادي لسق فيها الفيوتين ديالنا ممكن ديرو اللوز في المحمر او كونكاسي اللي بغيتو انا بغيتو بما اني درت الفيوتين في العجينة ديال او العقدة دياللوز اه بغيت ديرلي اغابل من فوق باش يبان بانه راكين لداخل صراحة را تمر بريستيج هو بحر اه ممكن نبدعو فيه كيم ما بغينا وعلى حسب المتوفر عندنا الصراحة كيني فيه موضيلات خيالية اه على الانستغرام والشركة الخاصة اللي كدير هاد نوع ديالتمر اه اللي كيكون معمر اه بحشوات عديدة ومختلفة كيم ما شتو ها هو المشمش ديالي را ما درت لي حتى اضافة مجرد ضغط عليه نضغطو عليه مزيان را كيني لسق هالطريقة را كيم ما قلت لكم ممكن تديروها في المشمش باي باي حاجة ممكن انكم اه تزوقوا بها المشمش را غادي تديرو هاد الطريقة هادي وغادي تلسق لكم من غير هتة حاجة صراحة هاد النوع ديالتمر كيجي غالي على برة ولا ما غادي تصاوب لنا على برة صراحة بعد مرة ما كان القوش ديالي يصاوب لنا موضيلات اللي كنكونوا شايفينهم اه الصراحة كيم ما شتيهم كيم ما غادي تصايبوا اه نادرا ما كان نلقاش واحد اللي يقدر يصايب لنا بحل الموضيل اللي كنكونوا دايقينه من قبل ولا شفناه من قبل هكدا اه قربنا الفكرة واللي بغا تصاوب هاد شكيلات فضار الصراحة غادي تقاموا عليك ارخص من من اللي غادي تصايبوا لانا الصراحة فيهم الخدمة وفيهم اه كيش دو اه الخاطر بزاف باش تقدر يتوجد واحد الكيمية اللي هي مهمة اذا يمكن لنا نخليوا اه التمر ديالنا كيمش تراما كالتح موالو يمكن لنا نخليو هاكدا او نزينو فوق اه طيف ديال المشمش بالنباش باش هكدا يعطينا اللمعة الفوق المشمش هادي غي فكرة اختيارية ممكن انكم تصنعوا عليها كما ممكن لكان عندكم النباش انكم تدهنوا من فوق هادا هو الشكيل اللول اللي صيبت في هد اه المناسبة هادي اه اه غادي نمرو للشكل التاني من بعد كنديرو في كويغطات صغر من الاحسن هاد الكويغطات اللي معروفين كيتباء من دوما لين حوانتليهو مقهويين كيعطيونا اللون لون ديال التمر اه ما كيبانوش نفس الوقت اللون ديالهم بزوين كيتواتا مع البلاتو اللي غادي اه نكونو مصايبين في ها التمر اه تمر اي نوع اه ديال التمر ممكن تستخدموه اه غير التمر خاص يكون اه طويل انا بنسبة لي اه سواء كان غالي ولا رخيص ماشي مهم المهم يكون فيه شوية ديال التعليكة ويكون التمر طويل باش هكدا كيعونك في الدكوراسيون كيعونك كيشد كيبان هو في فم لك الدري في الدكور اما الى كانت مر صغير راه ما كيبانش نهائيا وخدري فيه اللي درتي ما كيبانش زوين والله الشكل الثالث لي هو لي الصراحة اه العشاق اه نكهة الحامض او مدق الحامض اه هاد الشكل اللي اه درت فيه اه العقدات ديال اللوز العادية جمعتها بجا شوية ديال لمزهر وغادي نجيب اه كريمة الحامض راكت تباع جاهزة وممكن تصيبوها في الدار انا شريتها جاهزة وغادي نجيب شي شيتة اللي غادي نكون نحتاجها وغادي نجيب الورد وغادي نجيب دك الفانيد اللي هو صفرة كيتباع بالالوان اللي بغيتو كين متوفر انا اخديت منه اللون الاصفر صراحة كريمة الحامضة ديالي كتكون جاهزة كتكون حسن ما اللي يصابونا في الدار ما عرفت شواش فيها شي اضافات اه زيدة او لا مع الله اعلم المهم هي جاتني اه زيانة عملية غادي نجيب تمر ديالي اللي كنكون ديجا اه حكيتو اه او بشي من ديل معا شوية ديال المزهر وغادي نحط حدايا المزهر اه باش ما تلسقش ليالا قضاء في الدية وانا كنحرب لها اه غادي نجيب التمر اه وغادي نجيب التمر ديالي كما قلت لكم اه من قناح ايضا لها لعدة ونقناها مزيان وغادي نجيب اه العقدة ديالي غادي نطلقها نفرشها مزيان في وسط ديالي العقدة هدي هي طريقة باش اه نقدرو نعمرو الوسط ديالي العقدة بكريمة الحامض الصراحة هاد اللي في كرارة ديالي كنتمنعنا لتنالي اعجاب ديالكم وإلى عجبتكم ما تنساوش ديرو اه ديرو لنجام راه هاد القضية او هاد الفكراره الممكن انكم تسااملوها بالكريمة ديال الفخمبواز او كريمة الفريز او الكاغميل او اه بخاليني او ممكن تساملو اي نوع ديال الحشوات في ها في هاد فهاد هاد موضيه هاد اللي درت ليكم وغادي نسد بشوية عليها نسد ديق الحشوة باش ما تخرجش لها على برا وتلا اخرجت لكم شي وحده على برا مش مش مشكل أنا غادي ندهنو من الفوق ما زال بالكريمة الحامض غادي نغطيوها قاع بكريمة الحامض عباش يشد لنا في ها الدكوراسيون من الفوق هاد لف هاد النوع هادي لدرنا اي لك ندرنا اي نوع من الكريمة الداخل وراه ممكن نفس بها را غادي نعود تاني نديرو الدكوراسيون من الفوق بحل الكراميل درنا مثلا كراميل داخل را كان عودو نديرو اللي كراميل من الفوق قدرنا كريمة الفخون بواز مثلا غادي نفس الشي في الفوق وبالنسبة الدكوراسيون را قد قديرو على الحساب اللي بغيتو والحساب اللي اه اللي غايتوات لكم مع اللون اللي درتو انا قدرت وريقة ديال الورد وغندير ذاك الفانيد اللي قدت لكم اللي كيكون اه في الالوان متسع متعددة قد شريم النبوة طب خمسة دراهم راها كافية غادي نقول لي ندير لي هاد اه دنوعة ديال فاني بهاد شكل هادا وغادي يلسق لنا غيف بلاصة اللي درنا فيها الكريمة كننقي وجناب طبعا باش جينا الخدمة ديالنا متقونا ومتولا حتى في التصاور كيجي اه كتجي اه تميرا مزيانة كنحاولو نحيدو الجناب باش يبقى قينا بلاصة ديال الورد ما دخل فيها تلون وكنستمر بهاد شكل هادا تنسالي قاع هاد النوع اللي عندي غادي روف اه اه قاع الشكلات اللي عندي كما قلت لكم الاحسن التمر يكون طويل ماشي مهم يكون غالي انما خاصو يكون طويل ويكون فيه نسبة للتعليقه يكون اللون دياله حمر او بمعنى اصح طيب ولكن ما يكونش طيب حتى كيكون اللي معلك ما كتقدريش تحكمي فيه وعاو التاني ما يكونش خدركة تبال لك تبال لك الحبة ديال التمر فيها بلاصة طيبة وفيها بلاصة ما طيباش هادا را ما كيعطيش لينا واحد الفينيسيون زوين التمر باللي كان حطوه سواء كان في البوفي ديالنا او في البلاتو او في الشي صينية المهم خاصو يكون مقاد مستف وشكل ديالو اكون عنده شكل واحد لون واحد باش هكدا من يدروا فيه اي ديكوراتيون تبال لنا فى التمر وكما قلت لكم العقدة ديال اللوز ضروري انها نقص في هالحلاوه باش ملي ناكله التميرات جينا الحلاوه ديال ديال التمر مع الحلاوه ديال يلاقع لوحد يقدر انه يطحن اللوز بوحده من غير سكار كان افضل بكثير لانه غادي جي الحلاوه هي هديك مع التمر ومع الاضافات الاخرين اللي درنا كما قلت لكم راو سوى خات خرج لنا شوية من العقدة من الكريم تيت الحامض في العقدة راو ماشي موشكي وكنستعمر في هالشكل التوى تنسى لي ونمرو للشكل الاخير ترجمة نانسي قنقر فهد الورد هادا الى كان عندكم الورد ناشف او يابس را ممكن تحنوه الى بغتو ريقات يجيو رقاق بزاف ولا يجيو صغار را ممكن انكم تحنو الورد في اللي هاشواخ ولا بغيتو تحتفظو به اه طبيعي كما هو كارا كديرو تخليوه على طبيعة ديالو صراحة كيشد الوقت وخصو الخاطر على ذاك شي كتلقاو الاتمينة ديالو شوية طالعين را ماشي على ود ان العقدة ديالوز او ان التمر من النوع اللي غاليره اه من غير ان كتستعمل جودة في المواد الاولية باش كتخدم الى انا ملي غالتكون القلصة على بياسا تخدم فيها و تبقى تغاد فيها صراحة رمشية انك كتخدم في حويجت بزاف واحد الوقت اللي هو قصير من بعد ماء ثانينه هاد النوعا غالي نمرو النوع اللي هو اه العادي كيما كتشوفو اه بغيت نخليه على ما نقويش فيه اكتاق الدكوراسيون تقول نخليه عادي اه من غير كنت بغيت ندير ليه ورئيضات صراحة غالي يجي شوية عامر وخليته على طبيعته ودرت العقدة درت فيها لاغوم ديال فخون بواز مع شوية ديال نسلة وشديت العقدة ديالي درتها درتها في طمر ودهنت بشوية ديال نسلة من الفوق ودرتها في شوكولات غير مثل نوع الحمر كما ممكن انكم ديرو ديرو لها اي حاجة غرب غيتو سواء كان لوس افلي سواء كان دكترايفاك ديال الفاني اللي كيكونو ملونين حبيبات ديال الفاني اللي كيكونو ملونين وقديرو بسط منو دك اللي فخويكم في ديالي السوريزي كيكون حمر غادي نوريكم واحد الموديل اللي صيبتو كفكرة باش تاخدو فكرة الى بغيتو تنبعو في البلاتو ديرو كترا من ثلاثة ديال الشكال هانتو ما كيماشتو كان هاشدة تحب الملوك اللي كيكون معلب وقديرو النص ديال وقد قطع واحدة على جوج كندير نص ديالها في الوسط كتلسق من غير حتى حاجة اه وبنجناب را كندير هاد الفاني ديال كيكونو ملون بوطة ديال الخمسات تراهم كنخد نبيع وكنخليه من نسبة كفكرة اضافية وغادي نجيب وغادي نجيب اه تمر ديالي نديرو في شي بوطة اللي غادي نكون مغلقة باحكام اه ريتما نصيبو في بلاتو او شي صينية او على حساب فاش غادي نقدموه وغادي نحرصو على ان الحبات ديال التمر ديالنا ما يقيسوش بعضياتهم خصوصا لما كيكونوش في نفس الشكل ونفس المدق اه باش هكذا تبقى لنا كل حاجة والمدق ديالها كل حاجة والشكل ديالها اللي غيبقى حتى الوقت ديال تقديم كانت منا ان هاد الفيديوتنا الاعجاب ديالكم ما تنسوش الاعجاباتكم بارتاجه اه مع الاصدقاء والاهل ديالكم والى وصفة اخرى ان شاء الله دمتم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة